بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواننا المشاهدين الكرام أخواتنا المشاهدات الكريمات حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله والبركات نسأل الله لنا ولكم أحسن الفهم في الآيات وأبرك الأوقات واستجابة الدعوات لنا ولأمتنا يا رب العالمين آمين وبعد على مائدة القرآن نلتقي ومأدبة القرآن نتزود منها ونتضلع عذبا زلالا من العلم إن شاء الله تعالى أسأل الله أن نوفق أن نبين الآيات قصة موسى في سورة الشعراء أخذت إذا أنا مش ناسي من الذاكرة تسع أو تسع وخمسين آية يعني قريب من الربع ربع عدد الآيات في قصة موسى ونوح وهود وصالح وشعيب ولوط كل هؤلاء يعني بيكفوا وقصة موسى وحدها على كل حال يعني القصص القرآني كان يعرض موجزا قصة موسى عرضت في هذه السورة مطولة مفصلة كما سمعت الرقم من الذاكرة إن شاء الله يكون صحيح تسع وخمسين آية تكلمت عن قصة موسى وفرعون هذا الرسول العظيم الذي أراد أن ينقذ شعبه من العبودية من الاستعباد والشعب المصري أيضا وحيل بينه وبين ذلك إلا أن الله تعالى بمعجزة وخارقة أنقذ هذا الشعب من الاستعباد ليتحول هذا الشعب إلى مستعبد لغيره سبحانك يعني التاريخ دورات من ملك القوة دون الإيمان للأسف في استعبد الخلق ولذلك خطير جدا أن تكون القوة بيد غير مؤمنة خطير جدا إحنا ستتحول مثل ما قلنا يعني من مستعبد إلى مستعبد مجرد ما ملكت القوة مش إحنا اللي شردنا بني إسرائيل ولحنا اللي شتتنا بني إسرائيل ولحنا اللي احتلينا وطن بني إسرائيل هم اللي جونا يعني إحنا ما صنعنا لهم شيئا من آذوهم وهمهم دلشبينا نحنا يعني شيء عجيب لأنه نحنا كنا في حالة من العجز والوهن والتشتت والضعف وما زلنا وما زلنا ولذلك يعربدون علينا ويستعبدوننا يا أسفى على حال الأمة الآن على كل حال إذن موسى الكريم الكريم ألقى عصاه فإذا هي بقدرة الإله العظيم سبحانه ثعبان مبين واضح دعك مما في الكتب بلزمناش ابتلعت الإيه وإيه وإيه ولو أرادت أن تبتلع القصر اشتعوى إخواني يعني المبالغة مش من دين هذا تبتع القصر لوش يعني مش مهمة الثعبان ويبتلع القصر بما فيه لوش يعني مبالغات لا طعم لها ولا معنى لها من أسف أنها موجودة في كتبنا وتتداول وتتناقل وتعبر الأجيال وتعبر القرون وهي خرافات من نسج بني إسرائيل وإحنا نقله لما يغيب العقل ابن ننقل مثل هذه الروايات للأسف إذن فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين كأنها الشمس ولو واش الشمس يعني برضو المبالغة إنما منيرا والسلام فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله قال أي فرعون للملأ حوله لهم المقربون وذولا يعني أصحاب الحظة وأصحاب المكان والمنزلة قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم هما طبعا ذال الكورس يعني بحي يعيدوا وراه يعني هو بيقوله هما بيعيدوا وراه إن هذا لساحر عليم يؤمنون على ما يقول ويعيدون ما يقول الملأ اللي هما المقربون منه وما قربوا إلا لأنهم موافقون مطابقون لما يقول ذلك الإنسان بدون ما نقعد نوصف المهم قال للملأ حوله الحفن المقرب اللي هما الحاشية المحيطة به الدائرة المغلقة اللي حوالي ذول عيبته عيبته يعني بطانته مش من العيب لا إنما هكذا في اللغة بطانته إنما ذول مقربوه الخلاصة بيقولهم عشان هما يؤمنوا فتسري الروح في الجماهير إن هذا لساحر عليم أيوة يريد أن شف دي مؤمرة على مصر دي الوقت فهمنا يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون الأمر الآثار للشعب ما شاء الله ديمقراطية فماذا تأمرون الله الله إيه الحلاوة إيه ده كله إيه إيه التواضع إيه التقلي لما انحشر بالزاوية بيقول للشعب فماذا تأمرون إذن فورا قلب المعادلة بدل ما تجل الحق إخواني هذا حق إذن هذا رسول الله نؤمن به ونوفر بلدنا ونوفر أن تنزل بنا النوازل لأن هذا الإله إذا عاندناه أهلكنا لا سيقامر بمصير الشعب والبلد والمستقبل والأجيال من أجل العند والمكابرة ما أنا بحطش واطي ما أنا بلنزلش عند رأي أحد أنا ما بسمع يا الله يا الله عند شخص عناد يعني عناد شخص وكبر شخص وعدم إذعان شخص للحق حيدمر قطر بأكمله شفت التفرد بيعمل إيه شفت إلغاء الشعب بيعمل إيه شفت هذه الصفحة مش نقراها على أنها تاريخ ومضى وغبر وانتهى وراح الخبر لا يا سيدي إنما هذا واقع بشري متجدد متجدد ومتكرر ومعاد ومكرور قيل ورا قيل ورا قيل بيتعاد طبعا الشعوب المتقدمة تجاوزت هذه المرحلة ما أريكم إلا ما أرى أنا ربكم الأعلى محدش بيفهم غيري محدش بيحسبها كويس إلا أنا محدش إلا أنا إلا أنا إلا الشعوب المتقدمة انتهى هذا الزمان expired يعني انتهى زمانه وانتهى مفعوله واستهلك ما زال في العالم الثالث ما تسمعوش من حد غيري أنا اللي بقوله بس أنا اللي خلاصة إذاً دي مؤمرة أنا اللي فتنتله وأنا أريد أن ننقذ مصر من المؤامرات الله تحت ورط في ستين داهية يريد أن يخرجكم من أرضكم مش من أرضنا من أرضي من أرضي قبل شوية قال أنا هذا أليسي لي ملكم مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون شكين دي الأرض المين ليك مولانا السلطان لمين ليك مولانا الكلمة المين ليك مولانا الخلاصة الآن يريد أن يخرجكم من أرضكم بحرش الجماهير الأرض أرضكم والسلطنكم يا قدع ما شاء الله واضح أخواني كيف تنقلب الكلمات ويصبح الغزل مع الشعب ناعم والكلام اللطيف والكلام عن مؤمرات وعمال للاستعمار وحكاية يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر اللي شفتوه ده نصنفه إيه سحر ومدام سحر حنوقه بسحر زيه وقوى منه يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون الكلمة للشعب والرأي رأيكم والشر والأول والأول والكلمة العليا لكم الله الله ايه الحلاوة ايه العظمة يا شعب ده أنت أمك والباك في لين تلقادر إنه بغيت أنت صاحب السلطان مرة واحدة ايه الحلاوة طبعا كله وهم كله خداع فماذا تأمرون قالوا الشعب كورس مسكين الشعب إنما الملأ اللي من حوله بيقولوا يعني هو يوحي بالكلام والكورس القريب بعيد الكلام والجمهور الكبير يردد ما يقول الملأ من حوله والفرأ بتغني بقى يريدوا أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه أجله أخره وقت له موقتا وموعدا أرجه وأخاه وابعت في المدائن حاشرين مرة لا النص القرآن يقول لك وأرسل في المدائن حاشرين ومرة يقول لك وابعت في المدائن حاشرين وما هذا ليس مجرد تفنن في التعبير لا وابعت في المدائن حاشرين يعني كأنه الكورس اللي حواليهم فرعون انقسموا قسمين قسم بهون المسألة وقسم آخر يعطيها حقها من الاهتمام الفريق ده يقول وابعت في المدائن البعث فيه معنى القوة البعث هذا يوم البعث الإيمان بالبعث من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن ابعث في المدائن ارسل في المدائن حاشرين اقل حدة يعني مولانا ما تنزعجش اوي احنا عندنا خاطرك بالدنيا ارسل في المدائن حاشرين ما ما تكبروش المسألة اوي يعني يأتوك بكل ساحر مرة يقول لك بكل سحار هنا هو وابعث سحار واضع اخوانين كلها قوة وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم وعلى رأيهم بقى ان كان عدوك نملة فلا تنملة بالعرب يعني ما تنامش الاحتياط ايه الاحتياط واجب وناخد بنا من بلدنا اوي يا السلام اخر عظمة الاخرين بيقولوا ايه ارسل في المدائن حاشرين يعني ان شاء الله توجيه سحر ينفع ينفع مع موسى واخوه الاخر يقولوا لا احنا عاوزين دكتوراه سحر عاملين شهادة من برلين يكون احسن ولا من الفيون كويس برضو يعني لكن الاحتياط واقب ناخد ايه اعلى مستويات السحر في مصر وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم يا السلام اذا انقسموا الكورس الى فريقين والثنين المنافقين واحد عن طريق المبالغة في الاحتياط واحد عن طريق ما تكدرش خطرك يا مولان احنا عاوزين تبقى يعني عصابك هدية ومطمئن اوي يعني اي مستوى من السحر حيغلبهم ده حاجة ملاش معنى يعني ولا ملاش طعم مش غلش بالك مولاني ارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم اذا فريقان ما اجمل القرآن اخواني احنا بنقرأ طب ليه مرة يقول ساحر ومرة يقول سحار كده لا مش كده لا بكل سحار هذا الفريق اللي ايه جماعة الاحتياط واجب وناخد اقصى استعدادني اقصى ما نستطيع من من التحوط والحشد ده من جماعة اللي المحافظين بقى راخرين 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 ما لهم عاوزين ما يكدروش خاطر فرعون يقول المولانا ما تشغلش بقى ما تتوترش ارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون طبعا في سورة ثانية سورة الطه فرعون هو بيسأل موسى فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نكلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة يوم الزينة ايه ده يعني احتمال كبير انه شم النسيم ما نحن لا حددش انما هو عيد من زمن الفراعنة بيسلؤ البيض وبيلون البيض مع الفسيخ مش موضوعنا فهو يوم الزينة وما زال حتى الان في مصر يمكن من من اعظم الايام الشعبية يوم شم النسيم اللي هو الربيع يطلعوا في الحدائق ويطلعوا في المتنزهات الاناطر وغير الاناطر قبل ما تصير استراحل للرئيس المهم فبيكلوا هناك الفسيخ والبيض المسلوق الملون جاي بعضه الخلاصة انما هنا العرض اتجه اتجاه اخر وقيل للناس هل انتم مجتمعون مدام حدد اليوم هناك يوم زينة فيش داعي نرد نعيد لميقات يوم معلوم يوم مشهود ومصر كلها متفقى عليه انه هذا اليوم يوم الزينة يوم الحشد يوم الحدائق مليانة والناس كلها في الفسحة والفرقة ومع وجود المنافسة ما بين السحر فرعون تبقى الفرقة فرقتين واللم لمتين والجمعة جمعتين بقى لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين هل هذا تشكيك لا ما هو اش تشكيك انما ترجيح يعني لعلنا ونؤمل ان الغلب ستكون للسحرة يعني دول اتنين وانحنا هنجمع مية مسلا من السحرة حيقف سحرهم ومقول لذهنهم انه دا ايه دا سحر وانطلت عليهم المقولة حتى اصبحت مسلمة من المسلمات عندهم سحر سحرة الاثنين سحرة ونجمع لهم مية من السحرة مسلا ولا ولا كام لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين طب وان كان غلب السحرة بتوعنا نعمل ايه نتصرف بقى اه نتصرف بقى يعني ايه يعني انتم مع السحرة غالبين او مغلوبين قال اه ام ايه نخون وطن يعني اي لا حكاية مش حكاية نخون وطن يعني انتم عاوزين الحق اذا تجلى مع موسى تتبعوا مين انا احنا مع فرعون اذا ما هذه المنافسة وما هذه المبارزة يعني اعملنا فريق مبارا مبارا بين فريقين كورة واحد غلب اثنين واحد يبقى الكاش لمين لمن غلب مثلا يعني قال احنا هنكسر الدنيا اخذ الكاس ببلطج ما يطلعش خلاصة لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين طب ان كانوا هم المغلوبين ما قابوش سيرة بقى محدش تكلم يعني هنقلب الطولة مش هنزع للحق يا الله اذا حطوا وانوي احتمال واحد لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين طب والتانية بقى ان كانوا مغلوبين هتروحوا فين احنا مش هنتزحزح من من اللي احنا عليه بقى احنا مع فرعون الذي صلمكم قالوا اه والذي استعبدكم اه يا سلام اه 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 برحتكم بقى لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون يا سلام ايش يا سلام وجاء السحرة فرعون نص اخر فلما جاء السحرة قالوا لفرعون يعني بالوسط بقى قالوا لفرعون وجاء السحرة فرعون ديركتلي مباشرة انما هنا في بينهم حواجز فلما جاء السحرة قالوا لفرعون شف ائن لنا لأجرا اخواني الحرف في القرآن الكريم له اهمية ائن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين ائن لنا لأجرا انا بتصور النص هكذا الهمزتين ولا بعض بتأتئوا اه انا لأجرا ان كنا نحن الغالبين عاوز تقول ايه عاوز اقول المواجهة الاولى مع فرعون الرهبة والخوف والخوف اول المقابلة الناس بتاخدها الوهرة بتاخدها الرهبة من اول لقاء ده فخامة الرئيس وفع عظمة اللي شعرت مين ولذلك قالوا لفرعون انا لنا لأجرا بالمقابلة التانية بها انا لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين انما هنا قال ايه قال نعم وانكم اذا لمن المقربين مش فاهم نبسطها زيادة فرعون التقى مع السحرة مش بس مجرد لقاء جمع من الاقالين من الفيوم والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية واللي هي جمعهم كلهم من كل حتة تمام تمام دي اول ايه اول مقابلة فالمقابلة بيصور لك القرآن عالمه من نفسي من خلال الحروف ائنا لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا ليومه بقى لمن المقربين بسورة تانية بقى يقولهم ايه ويقولوله ايه ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين ان لنا لأجرا يا السلام هناك المبرزة بقى ايه لساعته ويومه يبقى هما ايه استغلوا الظرف ويقددوا الكلام بقوة شوية بقى ان لنا لأجرا يا سلام يعني مجرد ايه 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 طبعا هذه ايه ايه صورت البعد النفسي واذا قرأ ناشي القرآن بهذه الطريقة مش هنفهم القرآن يا سلام طبعا طبعا وانكم اذا لمن المقربين لوأتها بقى فرج لوأتها انما لما انحشر في الزاوية ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين دلوقتي يمكن كتب لهم فرمان السحر فلان وفلان وفلان جزء من حاشية بعد الآن فلان وفلان وفلان حاشية من بعد الآن اه فرمان فرمان على طول فرمان طبعا اذا وانكم لمن المقربين اخواني هذا قرآنكم الحرف بفرق ساحر سحر كل واحد لا اه اوعى من كلمة كل واحد ائن وان كل واحد اي لا بعدين بقى وانكم اذا لمن المقربين وانكم لمن المقربين كل واحد اي لا المنطف النفسي مختلف اختلافا كليا تماما وانكم اذا لمن المقربين قال لهم موسى المقربين ايه انا مطمئن جانبهم جانبهم بالاسف واحنا ما عندنا شي القوة ليه ما تعرفش ما عشتز زيهم من مقام ما عش زيهم ليه ما تعرفش خلينا موضوعنا قال نعم وانكم اذا لمن المقربين قال لهم موسى القوا القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون انا لنحن بالتوكيد الغالبون فالقى موسى عصا بس رمى العصايا فاذا هي تلقف ما يأفكون بلعت راح راح فين راح سبحانك راح تحولت الى ثعبان وابتلع الحبال والعصي كل راح راح فين راح والسلام قدرة الله لا يعجزها شيء مش المفعول العصايا هذا حيث قدرة الله يا بويا فاذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين يا السلام ايه الختام العظيم فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل ان آذن لكم تستأذن اولا يا السلام يعني انا اؤمن بالله بعد اذنك ليس بيني وبين ربي حجاب ولا بيني وبين ربي حاجز ولا بيني وبين ربي استئذان منك انت خشع قلبي لخالقي وقد رأيت قدرته وآياته سبحانه بعد ما تجلى لي الحق استأذنك تسمح لي اؤمن كأنك بيني وبين ربي انت حجاب حاجز لا سقطت الحواجز والحجب كلها سقطت والان بيني وبين ربي لا حدود ولا حواجز ولا استئذان من احد يا السلام قال لهم موسى ألقوا ما انتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم تعمل ايه الحبال طبعا نرميت حبل يمكن يكون ربطه بخيط رفيع مش باين اللي من بعيد ويحركوا بقى من وراء ستار فيبان كأنه الحبل ايه افعى بتتحرك الله ده جمعتنا مقدرين يا لا شو بيبان الحبل يتحول الى ايه مش شايف الخيط مثلا مثلا أنا بحاول انما قطعا لم تتحول الحبال الى افاعي قطعا مولانا حول العصى الى ثعبان بقدرته السحرة اخواني احنا بنظن ان السحرة يستطيعون تغيير ماهيات الاشياء يعني حط الاشعير بيحول لك ايه لذهب يا السلام واخر النهار بقول لك خمسة جنيه عشان ايه اللي اقريتي اقريتك ليه من ده بتحول الوراء وراء الدفاتر الدولارات وعاوز مني خمسة جنيه ليه اخواني هذا كله كذب احكاية السحرة بتغيير حقائق الاشياء كله كذب عند قوله تعالى فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون اننا نحن الغالبون الآية الرابعة والاربعون عندها نتوقف لهذا اليوم على ان نستأنف اللقاء في فرصة قادمة ان شاء الله الى الملتقى بكم اعزائنا اخواننا واخواتنا ودائما نستودعكم الله حياكم الله حفظكم الله قواكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة